تعمت إذن المديرية العامة للأمن الوطني المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة والأليات المتطورة على غرار نظام الأهلي للتعرف على بصمات الأصابع المعمم عبر إقليم الإختصاص للتراب الوطني والذي يسمح بتحديد هوية الجان استنادا إلى الآثار المرفوعة من مصرح الجرمة في سنة 2012 قبل أن يتم اقتناء هذه التقنية تم تسجيل معالجة وحل 120 قضية في مختلف الجرائم ولكن بعد تفعيل هذه التقنية سنة 2013 سجلنا قفزة نوعية وكمية فيما يخص معالجة الجرائم حيث سجلنا ما يقارب 2200 قضية في مختلف الجرائم